قصص حياة القديسين إعداد قناة الملكة والأمير القديسة ألاريا كان أول مرة تشاهدون القناة لا تنسوا بالإعجاب بالقناة والاشتراك فيها عاش الملك البار زانون في الربع الأخير من الجيل الخامس وقد رزق الله ببنتين الكبرى تدعى ألاريا والصغرى تدعى سؤبستا وقد اهتم بتربياتهم في حضن الكنيسة الأرثوزوكسية وتعليم الآباء وقراءة الكتبة الروحية وكانت ألاريا تميل إلى حياة البتولية وفي إحدى الأيام ذهبت مع والدها إلى الكنيسة ولما سمعت قول القديس بولس الرسول بالإيمان بموسى ولما قبر أبي أن يدعى ابن فرعون وسمعت الأسقف يعز عن الحياة مع المسيح أفضل جدا ولما عادت إلى المنزل ظلت تصلي للسيد المسيح حتى أرشدها إلى الطريق أن تسلق في الصباح وتلبس ملابس رجال وتتوجه إلى البحر دون أن يعلم أحد ووجدت سفينة زهبة الإسكندرية ركبت فيها وصلت إلى الإسكندرية وكانت عمرها في ذلك الوقت 12 عاما وتوجهت إلى الكنيسة بطرس خاتم الشهداء وتبرك مع جسدها الطاهر وتصلي بجوار وتطلب منه الرب أن يساعدها في حياة الوحدة وفي اليوم التالي وجد جماعة ذهب إلى الكنيسة ماركوس الإنجيلي وذهبت معهم وحضرت القدس الإلهي وفي إحدى الأيام دعا الشمس بطرس طلب أن تذهب إلى أبريت شهيد وقال لها الشمس أنا أريد أن أذهب إلى هناك فقدم لها بعض النقود لتصرف منها على رحلتها فحضر الشمس وسفر حتى وصل إلى مريوط ومنها إلى كنيسة الشهيد ماريمينة في الصباح وتوجهوا إلى دير الأنبا مكاريوس ولما وصلت إلى الدير وقف تصلي وتشكر الرب الذي أوصاها بسلام إلى أحدى بعض الأديرة والرهبان والذي استراحت وذهبت إلى القديس الأنبا مبلم ورئيس الدير وأخبارها قائلا إن إنسانا عظيما شأن وحضر معها شماسا يريد مقابلتها واستدعاها القديس الأنبا بيموة وعلم من القديسة ألاريا إنها تريد أن تعيش داخل الدير فقال لها إن رجل مرهق وربما لا تحتمل الحياة معا ولكن القديسة قالت أنا الرب سوف يساعدني وأصرت على ذلك وقامت القديسة ألاريا كل مال الموجود معها إلى الأنبا بيمو وقال لها وزعيع المحتاجين وعاد الشماس بعد خمس أيام إلى الإسكندرية وظل القديسة تحت الإختبار حتى لبست ربس الرهبانة وكان يزورها القديس الأنبا بيموة مرتين كل أسبوع وهو يقدم لها الإرشاد وكان الرهبان يتعجبون من احتمال هذا الراهب لحياة الوحدة رغم من إنه نحيف الجسم وظلت القديسة ألاريا داخل الدير تقوم بأعمال المطلوب منها دون أن يعلم أحد عن شأنها وقد استمر في الصلاة والصوم داخل الألاية سبع سنوات وفي إحدى الأيام دخل لها القديس بيموة وأعلم إن الرب كشف أمرها بأنها بنت الملك زينون وأوصى أن لا تخبر أحد بهذا الأمر وتستمر في حياة داخل الدير ورغم من إنه ولدها قد بحث عنها كثيرا ولكن لم يعصر عليها أما أختها ساوبستا فقد دخل فيها الشيطان وكان يعذبها ولم يستطيع أي طبيب أن يعالجها فعرض أحد المقربين عليه أن يرسلها إلى برريتشهيد وأرسل الملك ابن مع بعض الأشخاص المواصقون فيهم إلى الدير مكاريوس وكتب رسالة إلى رئيس الدير يطلب فيها الصلاة من أجل ابنته المريضة ساوبستا وحضر القديسة ألاري ورأت أختها والشيطان يعذبها فبكت من أجلها كثيرا وتطلب من الرب أن يخلصها من عذاب الشيطان ولما رأى الرهبان دموع الراهب ألاري تعجبه من محبتها واقترح بعض الرهبان على الرهب ألاري أن يأخذ معه ليصلي في المغارة وأنها كانت ترفض ولكن طلب من رئيس الدير ووافقت في الحال واستجاب الرب لدموع القديس ألاري ثم شفاها ساوبستا وعادت إلى والدتها ومع رسالة من الأنبى القديس الأنبى بيم ورئيس الدير يعلم فيها الشفاء ابنته ففرحها وقام الاحتفال وقام مساعدات كثيرة المحتاجين وأرسل أيضا المساعدات للدير وحكت ساوبستا لولدتها عن عطف الراهب ألاري معه ودموع كثيرة من أجلها وكان يقبلها كثيرا وهو يصلي لأجلها فأرسل القديس بيم ويطلب منه أنه يرسل الراهب ألاري ليبركه منه فوافق القديس وأرسله واستقبل الملك زينون الراهب ألاري بقرامة عظيمة ثم جلس معه بعد انفراد وقال له لماذا كنت تقبل ابنتي وتبكي من أجلها فاعترفت القديس بألاري بولده أنها ابنته وطلب منه أن تذهب إلى الدير وعاخنقها والدها وأختها وطلب الملك أن يلبسونها إغلاق الملابس غالية ورفضت وقضت ثلاث أشهر وعادت إلى الدير وبعد خمس سنوات من عودتها مرضت فاستدعاء القديس الأنبى بولده وطلب منه أن لا يرأى أحد جسده وأن تدفد بالملابسة التي عليها سمر الشماء بعلمة الصليب وتنيحها بسلام وتعايد لها الكنيزة الأرسلسية في 21 من شهر طوبة سنة 229 للشهداء من كل عام صلواته أولئي القدسين تكون معنا أمين ترجمة نانسي قنقر